نحن دائما نخلط شعار الحكومة الدولة والشعار الديني. نحن كسياسة المفروض نبعد السياسة عن الدين. الدين شيء والسياسة شيء. السياسة لا يمكن أن تطبق كدين في بلاد يقطنه الكثير من المكونات. اليوم المكونات اليزيدي المكونات الجيحي المكونات السني. السابقة المسيحيين لا يمكن أن يكون بلد مستقل كإسلامي مثل إيران كدولة إسلامية. نحن لا نربط الدين بالسياسة. السياسة شيء والدين شيء. أما أن يجر الشعب بعواطفه الدينية كتيار شيعي من أجل كسب المقاعد هذا شيء غير صحيح. يعني اليوم الخطابات الدينية شيء والخطابات السياسية شيء. على سيد الصدر أن يتخذ الخطابات السياسية بعيدة عن الكطابات الدينية. ترجمة نانسي قنقر